من محمد صلاح إلى محمد النيني فخر آخر لمصر في الملاعب الإنجليزية محمد صلاح اقترب جدا جدا ممكن خلال ساعات ممكن الصبح تعرفوا الخبر ده أو تقروا الخبر ده قرب جدا يجدد عقده مع نادي أرسنال خلال الفترة الحالية غالبا التجديد هيكون حتى عام 2024 مع إضافة سنة باتفاق الطرفين محمد النيني تقلل جدا في الفترات الأخيرة مع أرسنال فيه صور انتشرت في وسائل أعلامي الإنجليزية وهو في المركز الأعلامي لأرسنال تمهيدا لتصوير توقيع العقود الجديدة مع محمد النيني مشوار طويل ومشوار عظيم لمحمد النيني مع نادي أرسنال بعض الناس يقللون من محمد النيني بعض الناس يقولون محمد النيني مش لعب عظيم ومش لعب كبير بس اللي يكمل كل هذه السنوات مع نادي كبير زي نادي أرسنل يبدأ اسمي كبير واسمي رائع ودي السور اللي بقول لكم عليها مصربة وهو بيستعد لتوقيع العقود الجديدة اللي ممكن العقود دي تبقى موجودة في الصباح الباكر تشوفوا أرسنل بيعلم رسميا عن تجديد محمد النني أنا قلت قبل كده جملة وأقرارها تاني محمد النني لو موجود في عصر مفهوش محمد صلاح كنا هنقول إن محمد النني ده أعظم لاعب في الكوكب عندنا لاعب بيلعب في أرسنل كل هذه السنوات كنا نقول عليه لاعب مفيش بعده ولا زيه بس عشان عندنا محمد صلاح عشان دايما محمد صلاح هو اللي بيرفع توقعاتنا فبقينا بنشوف أي لاعب مصري محترف عادي محترف في أرسنل محترف في أسلونفيل لا محترف عادي لا هو مش عادي بالمناسبة بس عشان بينا نتعامل عادي عشان صلاح يعني رفع التوقعات بتاعتنا دايما نحن عايزين اللعيبة طول الوقت تبقى هدفة الدول الإنجليزي عايزين اللعيبة طول الوقت تبقى أحسن بتنافس على أفضل لاعب في العالم عايزين اللعيبة دي بس مش كل اللعيبة بتعمل كده أصلا في العالم فمحمد النني اللي عاملوا مع أرسنل خلال الفترات اللي فات حتى لو قاعد فترات طويلة منها في مقاعد البودلاء بس دايما كانت مشاركاته مؤثرة وكونوا مكمل مع أرسنل كون إن نادي أرسنل ومدربه أرتتا واصك فيه وعرف إنه هو لاعب كبير